عشان نتعرف مع بعض عن آخر الأخبار والمستجدات داخل النادي الأهلي وفرقه المختلفة والأنشطة اللي فيه طبعاً ده اللي هنعمله حالاً مع مرسلتنا العزيزة الصديقة العزيزة سلا حامد من مقر النادي الأهلي بالجزيرة سلا صباح الفل عليك تفضل إحنا سمعين يا صباح الفل يا كريم وطبعاً بصبح على نهواند وبصبح على كل مشاهدي ومتابعي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان أنا دلوقتي معكم من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان لكم كل الأخبار والأمور المتعلقة بالنادي الأهلي فريق الأول لكرة القدم والنشاط الرياضي وقبل ما تكلم معنا فريق كرة القدم والنشاط الرياضي خلينا نتكلم شوية عن دور النادي الأهلي دوره الاجتماعي الأنشطة والخدمات اللي دائما تقدم لأعضاء النادي الأهلي فصول محو الأمية اللي بدأت يعني من حوالي أسبوعين ومستمرة الحمد لله للأسبوع الثالث الأسبوع ده يعني الفصول دي بتكون يعني شغالة في جميع فروع النادي الأهلي وبتكون عبارة عن يعني أربع فصول في اليوم كل فصل بيكون فيه خمسة من العاملين الدارسين ومدارسة واحدة فقط بتكون يعني عضوة من عضو متطوعات للعمل وبيكون معهم كمان مشرفة عضو من أعضاء لجنة المرأة بتكون متواجدة عشان تشرف على العمل والفصول يعني إزاي مستمرة على مدار اليوم خليني بقى أنتقل وروح لأخبار الفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني مستر فيتسو موسماني وبعد حصول على المديرة البرونزية بكأس العالم الأندية وراحت لمدة 48 ساعة الفريق بيعود مرة أخرى للتدريبات النهاردة إن شاء الله التجمع النهاردة هيكون الساعة 2 والتدريب هيكون الساعة 3 على ملعب مختار التتش استعداداً للمباراة القادمة نادي الأهلي هفتتح مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا بدور المجموعات أول مباراة إن شاء الله لنادي الأهلي هتكون أمام نادي المريخ السوداني يوم الثلاث المقبل استعداداً على استاد الكاهرة الدولي ويعني يا كريم ويعني هوند من ضمن استعدادات الفريق لمباراة المريخ السوداني النهاردة إن شاء الله هيكون فيه مسحة طبية جديدة لللاعبين لتأكد من عدم وجود إصابة أي لعب بفيروس كورونا قبل مواجهة المريخ السوداني كمان خلينا نتمن جمهوري نادي الأهلي على إصابة علي معلول وصلاح محسن يعني علي معلول أجرى أشعة رانين للتأكد من الإصابة بعد ما اشتكى يعني من بعد الألام في العضلة الخلفية بعد الأشعة يعني تأكد من الإصابة بيشد في العضلة الخلفية وبكده يعني علي معلول هيحتاج يعني فترة علاج ويعني فترة علاج برنامج تأهيلي وعلاجي يعني هيمشي عليه لمدة أسبوعين وبكده يعني هيكون علي معلول هيغيب عن التدريبات الجماعية لمدة أسبوعين ده بالنسبة لعلي معلول بالنسبة لصلاح محسن وبعد ما اشتكى من بعض الألام في العضلة الأمامية قبل مباراة بارميرس البرازيلي في بطول الكأس العالم للأندية صلاح محسن يعني هيجري أشعة أيضا لنتأكد من مدة غيابه عن التدريبات الجماعية يعني هيحتاج قد إيه مدة للتأهيل وللعلاج بعد يعني ما اشتكى من الإصابة دي ده بالنسبة لي أخبار الفريق الأول لكرة القدم خلينا نروح لأخبار النشاط الرياضي وكالعادة هبتدي بالفريق الأول لكرة السلة سيدات النهاردة إن شاء الله هيتمرنوا الساعة 7 استعدادا لمباراة غد أمام نادي الشمس المباراة هتكون الساعة 6 غدا على صالة نادي الشمس ورجال السلة النهاردة هيتمرنوا بشكل طبيعي الساعة 6 استعدادا لعودة المباراة في الدوري ورجال الطايرة بعد الساعتين هيوصل تدريباتهم على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي استعدادنا للمباراة القادمة أمام نادي بيترو جات المباراة هتكون بكرة إن شاء الله الساعة 6 على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي ويعني الفريق يتمرن يا ناك كريم على المركز الأوليمبي بالمعادي بدلا من صالة الأمير عبدالله الفيصل عشان يتعودوا على الأجواء ويستعدوا بشكل قوي جدا لمباراة بيترو جات كمان سيدات الطايرة نهاردة إن شاء الله التمرين هيكون الساعة واحدة وبعد التمرين هيتجهوا مباشرة لمدينة الأسكندرية لدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة القادمة غدا واللي هتكون أمام نادي سبورتينج المباراة تكون الساعة 4 العصر على صالة نادي سبورتينج في مدينة الأسكندرية في بطولة الدولة الممتاز لكرة الطايرة يعني دي يا كريم وانا هواند كانت أهم وأبرز الأمور والأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفي جميع الفرق الرياضية والآن لعودة مرة أخرى للسطوديو نشكرك جزيلا شكر زمانتنا العزيزة حسنا حامد مرسل الخلاة النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر